وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد وحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل عندي مكالمات تفضل أختي أسماء أسماء من الأردن تفضلي السلام عليكم عليكم السلام وتبركاته الله يعافيك الشيخ عندي سؤالين تفضل أختي سؤال الأول الدعاء ما بين الأذان والإقامة نعم من أذان المسجد لا إقامة الصلاة في المسجد ولا إقامتي أنا في الصلاة في بيتي نعم إن شاء الله واضح أه أي نعم السؤال الثاني دكتور أجلكم الله يعني معلش عمد أسنعك السؤال صحبيتي في الشغل بعب عنك بس تروع على الحمام العربي نعم يعني خاصة في الشتاء تضطر إنها ما تتوضى وتصلي يعني تجمع مرات تضطر تصلي الظهر والعصر والمغرب في البيت بحجة أنا بتحكي إنه الحمام العربي يعني نجاسة وبس تروع على البيت لازم تغير كل أوعيها وتغسلهم حتى إنها يعني تغسل تغسل جسمها مم فما بعرف أنا بحكي لها لا ما يعني ما بيصير هيك فحكيت أنا بدأ أسألك إنت أحسنك حكم شرعي واضح عندها وسواس ها هو مش بتحكي إلا الواحد ما يتنجس مم هي هيك يا فقبرها يعني لأنه حمام عربي بتحكي إلا الواحد ما يتنجس طيب طيب أبشر يختسمك الله يستعبك ويعطيك العافية يعافيك أختي مرحبا نعم مع السلام أبو نذير السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أولا شكرا على توضيح أسئلة حلقة ماضية حياك الله من فضلك عندي أربع أسئلة نعم السؤال أول في مسجد درس بين مغرب والعيشة هل من الأدب والإحترام يستمع إنسان إلى الدرس أو هو حر إن أراد أن يقرأ القرآن هذا الدرس في المسجد ها نعم في مسجد بين المغرب والعيشة نعم طيب السؤال ثاني نعم لما أقرأ أي كتب وما أردت على الكريمة محمد أو على كريمة رسول باللغة العربية أو باللغة طرانسية هل أصلي على النبي أو إنما صلت على محمد تكون فقط إذا سمعت أو نطقت اسمه طيب السؤال الثالث نعم دخل الوقت صلاة العصر وما صلها إنسان في هذا الوقت هل يجوز له أن يتيها بأفكار مساء أو إنما يتيها فقط بعد أن يصلي هذه صارة نعم السؤال ربيع ما هو الفرق بين الحديث حسن والحديث ضعيف وما تطبيقها هل واضح شيخ؟ واضح واضح يا أبا نذير يا أبا نذير نعم مشكور شكرا أهلا أهلا وسهلا فضل أختي ساجدة السلام عليكم عليكم السلام عليكم ورحمة الله أعافيك أختي يشيخ عندي كم سؤال حبا أسألك يامهم تفضل يشيخ تصل أيام على التليفونات مقاطع فيديو عن آيات قرآنية نعم في مثلا تشكي لك أن تقرأ آية الشمس وآية الليل سبع مرات في ليلة بتداوم عليها وبتقرأ دعاء معين بعد هذه الآية فأنك بعد ما تقرأه بيجيك بالحلم يعني بعد أيام معينة بيجيك يعني بيحكي لك أنه هذا الشيء بيطلعك من هذا الأمر اللي أنت منه إذا كان حم أو قربة أو شيء فأنا حابة توضح لهذا الموضوع نعم وبالنسبة للآيات بيحكي لك فيه صور معينة مثلا بدك رزق اقرأ الآية الفلانية بدك رزق بدك خلفة بدك طلح بدك شيء آيات معينة يعني أنا حابة أعرف هايات شيء إن شاء الله السؤال الثاني يا شيخ نعم في صديقة إلي ما كانت شوي ملتزمة دينيا يعني كان بيمر رمضان رمضان عليها فكانت تفطر أيام برمضان أيام الفطور الشرعي مثلا لما تكون عليها الدورة الشهرية وما تصير صار لها يعني سنين والآن يعني الله تاب عليها والله أخداها وملتزمت بكل شيء الحمد لله هي حابة تعرف يعني شو تعمل مثلا الآية مش مش مذكرة قداش يوم فترة كم سنة كم عليها بالزبط يعني حتى ما تبقى لها شيء بدمة رب العالمين إن شاء الله السؤال يا شيخ الثالث بعد إذنك طبعا أنا الحمد لله يا شيخ بالعالمين غزقني بر أمي أمي يعني فتة كبيرة وشوي تعبانة وشياة شيخ بالمقابل يعني إنه في إلي إخوان مش كويسين يعني معاها كثير وغية دايما يعني تكون زعلانة ومتضايقة فلما أشوفها أنا أحاول إني أخفف عليها وأحكي لها إنه الأنبياء والرسل إنهم الله بتلاهم بأمراض بتلاهم بأولاد إنه أصبري وتحملي هذا رب العالمين يعني كرم منه وروح جايزيك يعني بس يشف إنه هم كثير يعني مش كويسين معاها يعني شيء مجرد الوثان ما يحكوا معاها مجرد هم يجوا عليها ما يجوا عليها بيقاطعوها أي شيء بيعملوا عليها زعلانة وما بيجوا عليها عليها الله يهديهم فأنا حابة حابة يعني أنك تحكي له كلمة تريح بها بل كتسمع مثلا أنا فيها حاليا تسمعك وتحب تسمعك أبشر و الله يهدي الجميع يسيحك بس كمان يعني هم أخواني مش بس إنهم مش كويسين مع أمي كمان مش كويسين مع أنا نحن البناء يعني قاطعين رحم قاطعين ربهم لا صلاة ولا صيام ولا إشي الله يهديهم يا رب حتى أنا أخذهم صغيرة بالبيت يعني أعتبر يعني أخذهم ما لي حدا غيرهم فما يسألوا عني لو أنه كيف حالك الله يهديهم يا أختي شاجد الله يهديهم الله يهدي مرحب أختي أهلا وسهلا تفضلي يا زينب السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام عليكم السلام عليكم كيفكم الحمد لله أيو الله الحمد لله بالله شيخ عندي أسئلة حول عندك مثلا نحن البشر شاعة مو من اللون الأسود أي يعني كالب حمد للطيطة أي حاجة عندنا الكعبة المشرفة شرفها الله إنه نفس المبنى أسود والكسوة سودة يعني أفهم بس كيف يعني الناس شاعة مو من اللون الأسود و إنه الكعبة المشرفة المسلمين طبلة المسلمين و إنه سودة و الكسوة عند الكسوة الكسوة منتحد في قماش أبيض أيام الحج فهم بيرفعوا يعني الحكمة مثلا بيرفعوا الكسوة و بيبينوا تقريبا نصح أو ربع الكعبة إنه ما هي مغطاية بالكسوة و بيبينوا القماش الأبيض اللي منتحد إن شاء الله و إحرام يعني للكعبة أو لأ أي من يعرفها كمان بالله عندي طلب إذا عمكان بس إذا فيه تحت الحواء أو لا سؤال عشان سؤال خاص يعني أي أخذي رقم الواتس أب الخاص بالبرمج الآن المخرج يساعدنا هذا الرقم أمامك خذيه و إبعثي لي رسالة عليه و إن شاء الله أبشري بل ما أنقل الرقم ولا ممكن يمليني هنا لا موجود تشوفينه على الشاشة هذا الرقم إلا أنا أتكلم عن أيوة هذا الرقم واتس أب ابعثي يقولي أنا زينب اللي كلمتك كذا و موضوعي كذا و أبشري بخير مرحبا أهلا وسهلا و مرحبا الله يحفظك مع السلام أم سعيد عليكم عليكم السلام محمد الله لو سمحتك أشوف عندي ثلاث أسئلة السؤال الأول أنا سألتك قبل كم من يوم عن صورة الكهف إن الوالدة بس هو السؤال يا شيف إن الوالدة كل قيام ليل يوم الخميس يعني كل خميس في قيام الليل تقرأ صورة الكهف يعني في الصرع مثلا تقرأ من واحد لعشرين في الركعة الأولى من عشرين لثلاثين في الركعة الثانية كل خميس لكن هي تخصص هذه الليلة بالقيام أم لا تقوم الليل دائما لا تخصص ليلة الجمعة الليلة الجمعة اللي هو يوم الخميس بقراءة صورة الكهف كام لا لا سؤالي يا أختي أختي مسعيد لاحظي دقيقي فيه سؤالي هل الوالدة تقوم دائما الليل ويوم الليلة دقيقة دقيقة اصبري علي اصبري علي هل الوالدة تقوم كل ليلة وليلة الجمعة تقوم الحمد لله مثل باقي الليلة وتقرأ صورة الكهف ولا فقط يوم الجمعة ليلة الجمعة تخصصها بالقيام لا هي كل يوم تصلي قيام الليل بس يوم ليلة الجمعة تخصص ممتاز خلص وضح السؤال خلص عطيني السؤال الثاني السؤال الثاني يا شيخ الوالد في الأضحية في عيد الأضحى الضحية اللي يطبحها 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 ويوزعها على أخواني على الأقارب وغير الأقارب طبق يعني مش اللحم فقط فهذا الشيء يجوز أو لا طيب والسؤال الثالث نفس الشيء الوالد الله يحتضى بعد ما يخلص الصلاة يقرأ الفاتحة سبع مرات والمعوذات فقط لأنه مش حافظ بصورة آية الكرسي هذه بعد كل صلاة بعد كل صلاة فهل هذا الشيء يجوز أو لا يعني حافظ آية الكرسي شكرا يومي سيد مرحب أختي مرحب تفضل أمم حمد السلام عليكم عليكم السلام أحمد الله ما لاشا شيخ تحملني شوية تفضل يا أخي أنا بسألك عن صفة الحمد يعني سبحان الله الحمد لله الله ملك الحمد ولا تشكر عدد ما خلق وعدد ما في السماوات وعما في الأرض ولا الحمد لله حتى ترضى والحمد لله إذا رضيت الحمد لله بعد الرضا والحمد لله على كل حال والحمد لله من السماوات والأرض هذه جاي وبعدين يا شيخ سبحان الله والحمد لله ولا إله لله والله الكبر هذه كل وحدة مئة مرة ولا نكررها 33 أربع مرات يعني سبحان الله والحمد لله يعني نقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 إن شاء الله ولا إله لله 33 والله كبر 33 نكررها ثلاث مرات هي حتى الأكبر أبشر والسؤال الثانية يا شيخ أنا سألتك عن زوجي يمتوفى الله يجير في جنات النعيم أنا يمتألتك عن الصدقة أنا أقصد الصدقة اللي سويناه في المستشفى في عنايم ركز هل تصل هواب بعد ما مات ولا بس حد النحي إن شاء الله إن شاء الله وقصدي يا شيخ يعني يعني ما إحنا قادرين ما أدري يعني هو الإيمان يقل أو أنه أو من الحزن أو شيء ما إحنا قادرين نصبر ولا ما تتخيل كيف حالنا في البيت أظن وجهت لكم نصيحة ظهر ما استفدتم منها وقعتنا نظيحة بس برضو يا شيخ والله مرة ما إحنا قادرين حتى يستغفر الله يعود علي خيال لأنه تعرض لضغط نفسية قبل لا يموت وفي العصر قبل دخل الليل واليوم الثاني دخل المستشفى يقول واحدة من بناته أنا مدبوح ما أدري يا شيخ هو الضغط النفسي يعني هذا يسبب الوقا قبل الوقت طيب يا محمد طيب أبشر يا محمد أسمعين الجواب مرحب أختي الله يرضى عليك شكرا مرحبا مرحبا السلام تفضل أم محمد السلام عليكم شيخ عليكم السلام طلا والله شيخ أختي كلفتني أسألك هذا السؤال وإن شاء الله أكثر أو أصلها بأمانة تسأل وحدة تزوجت بحضور والدها وحضور شهود أثنين ولكن زواج شيخ يعني ما صدقه في المحكمة وعاشت مع زوجها يعني دخل عليها وعاشت معها ست شهور بعدين صار في بينهم طلاق بس الطلاق صار يعني هي مو متأكدة إذا كان هو كلمها في التليفون وطلقها طلقة أولى يعني مرة وحدة أو إنه وجها لوجه يعني طلقها فتقول الحين السؤال عادي يرجعها إذا كان فرضاها يعني تبت ترجع ولا يلزمها شي ثاني وهل الزواجهم هذا صحيح ولا لأ ولا لازم تصدق في المحكمة يعني سؤال ثاني الله يسلمك في دعاء قريت من فترة طويلة من السنين يعني في كتاب في الدراسة يعني من الكتب الدراسية عن عائشة رضي الله عنها إنها شافت القمر مكتمل فقالت اللهم أعذ بك من شر هذا فإنه الغاسق إذا وقب فهل هذا صحيح لا حديث ولا لأ وفي دعاء نقول لما نشوف القمر مكتمل في دعاء طبعا نقول لما نشوف الهلال لكن لما يكتمل القمر في دعاء مخصص شكرا والسؤال الثالث والأخير الآية اللي تقول بسم الله الرحمن الرحيم فاشعلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فمنهم أهل الذكر أنا سمعت أحد الشيوخ يقول إن كل شخص في اختصاصة يعني الدكتور في اختصاصة من أهل الذكر المهندس في اختصاصة يعني كل من في اختصاصة يعتبر من أهل الذكر فهل هذا صحيح ولا لا بشري ومحمد جزاك الله خير مرحبا ها تضلي علي السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا شيخ بخير طيب حالك بخير ونعمة الله يلسلم يا شيخ بس ألك عن انساك في العيد يعني أنا والخويل كبير في بيت وقالنا روحوا بالعيد أنا وابنه صغير وحبوا إلى المسلخ وذبحوا العيد واجبوا فمشينا بالعيد للمسلخ وغو مشى للحلاق غو ممتك يعني وحطنا المسلخ زحماتي رجعنا للبيت للعيد وغو بعد ما رجع منذ الحلاق بعد ما حلق رأسه يعني لبح العيد نعم يجوز ولا في عليها كفارة شاء الله شاء الله يا علي يا عافيك مرحب ومسهلة خلصنا الله يبالك في الجميع طبعا عندي بالأمس مجموعة اتصالات ضاق الوقت عن الإجابة عليهم فرقد من الشارقة تقول أنا سلفت أناس مبلغ مالي وردوها بعد ستة أشهر تقول يعني ما وصلت إلى الحول تقول يعني طلعت صدقة يعني هل هذا جائز انفرقت بارك الله فيك بالنسبة لي الإنسان إذا سلف ماله لشخص آخر وهذا الشخص معترف بهذا المال وهو مليء يعني قادر على السداد ورجعه مثلا قبل الحول فإن هذا لا ينقطع به الحول ما ينقطع الحول أنت الآن وتجعلك المبلغ بعد ستة أشهر إذا باقي ستة أشهر يكتمل الحول تزكين الحمد لله مع المال عفوا مع المال الذي عندك إذا كان والله أنت أفترض الآن حولك مثلا في رمضان مثلا وعطيت الشخص هذا مثلا في محرم في محرم ورجعه بعد ستة أشهر رجعه بعد ستة أشهر يعني في جماد الآخرة رجع المبلغ الآن ما تنتظرين ستة أشهر قادمة حتى يكتمل حولها حولك نفسه اللي في رمضان تضمين إلى المبلغ اللي عندك في رمضان بارك الله فيك بالنسبة للصدقة هذه مسألة تطوعية نحن نتكلم عن الزكاة كونك تصدقتي هذا باب آخر ما لا علاقة بالزكاة أنت الزكاة مفروض عليك واجبة لا بد أن تهتمي لها فلذلك تضمين إلى الحول اللي عندك الأصل اللي تزكين كل سنة من مالك محمد من الشارقة سأل يقول بالنسبة لقراءة سورة البقرة بالنية الفرج يقول هل لازم أنا أقرأها مثلا كاملة أو أقسمها أو أخلي الأولاد يقرؤوا معي محمد بارك الله فيك أولا أنا لا أعرف ولا أحفظ نص على أن قراءة سورة البقرة سبب من أسباب الفرج أنا لا أعرف هذا الشيء وما في عندنا في دواوين السنة النبوية على أن من دخل في كربة أو دخل في كذا فليقرأ سورة البقرة ما عندنا شيء اللي عندنا يا أخي محمد الله يرضى عليك بارك فيك أن سورة البقرة فيها تحصيل للإنسان وتحصيل للبيت فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقرأ به شيطان وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة فكون أن تمر بأزمة مالية تمر بعارض صحي تمر بمشكلة أسرية تمر بوضع اجتماعي معين تقول والله خلني أقرأ سورة البقرة لهذه النية ما في دليل لأن هذه الأشياء ما يصرح فيها الاجتهاد و ما يصرح فيها القياس و ما يصرح فيها قضية والله الذوق والرأي هكذا لا بد من نص لا بد من نص لأن هذا كتاب الله هذا كلام الله عز وجل فنحتاج إلى نص ما عندنا نص أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال من وقع في كربة فليقرأ سورة البقرة ما عندنا شيء منها بارك الله فيك لكن عندنا مثلا قراءة آية الكرسي في الليل هذا لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح قراءة الآخر آيتين من سورة البقرة من قرأها في ليلة كفتا هذا كلها تحصيل يحصن الإنسان فيها نفسه و بيته و عياله أما قضية أن يقرأها لأجل التفريج كربة معينة ما عندنا شيء في هذا ولذلك أخي الفاضل يعني قراءة سورة البقرة فيها فضل و خير اقرأها كاملة و إذا ما استطعت جزئها مثلا تقرأ في النهار جزء و نص مثلا أو جزئين تكمل الباقي مثلا في الليل أو العكس مثلا طيب و لو ما عندنا نص على أنه تقرأ يوميا النبي عليه الصلاة والسلام أراد الإكثار من قراءته لو قرأته يوميا ما أحد يمنع لأنه عندنا نص لو قرأته يوم بعد يوم برضو أيضا جيد ما في بأس بارك الله فيك يا محمد أسماء من الشاء من الأردن عفوا أسماء تقول يعني بالنسبة للدعاء الذي بين الأذان و الإقامة الذي لا يرد هل يعني المقصود فيه ما يعني هل له ارتباط في المسجد أم ارتباط بفعل المصلي أخت الفاضل أسماء بارك الله فيك و رضي الله عنك و تقبل الله منك الجواب فعل المصلي لا فعل المسجد فعل المصلي لا فعل المسجد يعني الآن المرأة في بيتها ما تشهد صلاة الجماعة أذن المؤذن هذه الفترة الزمنية بين الأذان الذي يدخل الوقت و إقامتها هي يعني صلاتها هذا كل وقت لإجابة الدعاء فالعبرة بفعل المصلي لا بفعل إمام المسجد فسواء كانت امرأة أو رجل مريض أو إنسان ما واجبت عليه الجماعة لعذر و لسبب هذا يدعو الله عز وجل حتى يصلي هو ما لا علاقة بمسجد ولا ارتباط له بإمام المسجد أسماء من الأردن أيضا تقول صاحبتها يعني تروح للحمام هي موظفة تروح للحمام العربي خاصة في وقت الشتاء تقول يعني تعتقد بأن الحمام متنجس و إذا رجعت البيت صلت الظهر و العصر و المغرب بعدما تتسبحي و تغتسل و بعدما تغير ثيابة تقول يعني بأن هذه الحمامات غير ظاهرة أسماء بارك الله فيك بالنسبة لصاحبتك هذه فيما يظهر و الله أعلم أنها مبتلى بمرض الوسواس و هذا واضح بأن بدايات مرض الوسواس أسأل الله تعالى أن يعافيها و أن يحفظها و عليها أن تنتبه لأن الشيطان بدأ يدخل عليها هذه المداخل و أكبر دليل أنه أوحى إليها وحي الشيطان شرب العياد بالله أن تأخر الصلوات حتى تخرجها عن وقتها و هذه أعظم و الله لو أنها صلت على حالة من الشكها أفضل من أن تأخر الصلاة عن وقته و لذلك وصل إلى هذه الرسالة و يقول إلى تتق الله و أنا اللي أعرف بأن أغلب الناس يقول الحمام العربي يعني أضمن من الحمام الآخر من حيث النجاس و من حيث كذا هذا الأمر المسألة الثانية النجاسة ما هي النجاسة هي عين مستقدرة شرعا لا طبعا عين مستقدرة شرعا و ليس طبعا يعني الإنسان والله يستحسن يقول هذه نجاسة و هذه طهارة لا شرعا لا بد من الشرع طيب كيف عرفت بأن الحمام اللي تدخل الآن نجس وين النجاسة هي عين و ليس وهم و شك و ظن و توقع لا عين لا بد أن تراها و بعدين من قال لها بأن الحمام المتنجس إذا دخله الإنسان يتنجس هو من قال هذا كلام كله لا رصيدة له من الواقع و لا رصيدة له من الحقيقة و لا رصيدة له من الشرع عبدا و لذلك تنفاضلة بارك الله فيك نبهيها و قولي له الشيطان بدأ يدخل عليك مداخل خطيرة كيف تأخر صلاة الظهر عن وقتها و كيف تأخر صلاة العصر عن وقتها و كيف تأخر صلاة المغرب أيضا ممكن المغرب لا تصلي إلا بعد العشاء و النبي عليه الصلاة و السلام حذرنا من تفويت الصلاة عن وقتها و أن من فاتته صلاة العصر فكأن ما و ترى أهله و ماله و ترى يعني خسرهم و لذلك ربنا جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فرضا مؤقت و لا يجوز لها أن تستحسن من عند رأيها إذا دخلت الحمام و قضت الحاجة تستنجي بشكل طبيعي و ما دام أنه لم تنتق النجاسة إلى ثوبها و بدنها فهي طاهرة و إلى الله الحمد و تتوضى و تصلي في الوقت و لا يجوز لأن تؤخر الصلاة عن وقتها و لذلك مثل ما ذكرت لك الآن هذه بدايات أعراض وسواس خطير جدا و هذا سيوصلها إلى نهايات مؤلمة و خطيرة فقل لها من الآن تتق الله و الأصل في الأرض الطهارة الأصل في الحمامات الطهارة الحمامات هذه الأصل فيها الطهارة اللي يدخلها الناس الأصل في الثياب الأصل في الأرض الأصل في الحجارة الأصل في المناديل كل هذه الطهارة كل الأصل فيها الطهارة النجاسة شيء طارئ النجاسة هذه شيء طارئ فإذا رأت بأم عينها النجاسة نعم تتجنب النجاس و رؤية الإنسان للنجاسة و عدم تلبسه بها أو تلطخه بها لا يتنجس مثل ما ذكرت لك الآن يا أخت الفاضل لو دخلت مكان نجس و لكن النجاسة ما انتقلت إليها و لا يعني انتقلت إلى بدنها و لا إلى ثوبها تبقى طاهر و لله الحمد و المن نبيها إلى هذا و قولي لها يعني تأخيرها للصلاة خطر على دينها أسأل الله أن يهدي الجميع أبو نذير من فرنسا يقول عندنا في المسجد درس بين المغرب و العشاء هل من الأدب الاستماع إلى الدرس أو الانشغال بقراءة القرآن أبو نذير بارك الله فيك أولا بالنسبة لمجالس الذكر هذه رياض الجنة فقد ورد عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله و ما رياض الجنة قال حلق الذكر فأي حلقة ذكر سواء حلقة لقراءة القرآن أو لتفسير القرآن أو حلقة في الحديث أو في الفقه مثلا أو في السيرة النبوية هذه روضة من رياض الجنة هذه روضة من رياض الجنة الأمر الثاني بالنسبة للإنسان إذا وجدت حلقة من حلقات العلم فيستثمرها في الدخول استثمرها في الدخول والاستهادة والإفادة فقد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لأصحابي ألا أخبركم بخبر الثلاثة و كان ثلاث أشخاص دخلوا والنبي عليه الصلاة و سلم يحدث أصحابه أما أحدهم فدخل زاحم في الركب و دخل وأما الثاني فجلس وراء الحلقة وأما الثالث فانصرف يعني رجع قال أما الأول فأقبل فأقبل الله عليه وأما الثاني فاستحى فاستحي الله منه وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه نسأل الله العافية و السلام أمر آخر من فوائد مجالس الذكر أن لله تعالى ملائكة سيارين فضلا مهمة هؤلاء الملائكة تتبع حلق الذكر و دروس العلم فإذا جاءوا حلق الذكر أو درس علم حفوها بأجنحتهم حتى ينتهي الدرس فيذهبون إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم أين كنتم قالوا كنا عند عباد لك يسألونك و يستغفرونك و يستعيدون بك قال مما يسألون قال يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي قالوا لا يا رب ما رأوا جنتك و لو رأوا جنتك لكانوا أشد لها طلبا قال و مما يستعيدون قالوا يستعيدون من نارك قال وهل رأوا ناري قالوا لا يا رب ولو رأوا نارك لكانوا أشد منها هربا فقال أشهدكم أني قد أدخلتهم جنتي وأجرتهم من ناري فيقول ملك من الملائكة يا رب فيهم عبد من عبيدك ما جاء لي حلقة الذكر يعني ما جاء للدين جاء لي دنيا فجلس في هذه الحلقة هكذا يقول الملك يا رب فيهم فلان ما جاء لي طلب العلم ولا لي حلق الذكر فيقول الله جل وعلا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم الله أكبر هذا الإنسان الذي جاء يمكن جاء يبحث عن شخص أو يبحث يتقاضى مع شخص مثلا يريد أن يرد إليه القرض مثلا دنيا أو لأي سبب هذا الإنسان مشمول برحمة الله تعالى ببركة هذه المجالس ولذلك من الخطأ المشاهد في بعض المساجد أن تقام حلقة ذكر تفسير قرآن قراءة قرآن درس فقهي درس حديث درس في السيرة فتجد بعض الناس يجلس في الخلف ويمسك المصحف ويقرأ وربما يرفع صوته يشوش على الحلقة وهذا قد حرم نفسه يا أبا نذير الأفضل والأكمل والأحسن أن الإنسان يدخل في هذه الحلقة فإن أبا يخرج إلى بيته يقرأ القرآن أبو نذير يقول لما أقرأ في كتاب مثلا وأمر باسم محمد صلى الله عليه وسلم أو باسم أو برسول الله مثلا باللغة العربية أو الفرنسية يقول هل أصلي عليه أم فقط لما أتكلم أسمع أبا نذير بارك الله فيك بالنسبة للكتاب كالخطاب الكتاب كالخطاب فإذا قرأت في كتاب فيه ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام تصلي عليه والصلاة عليه في المرة الأولى واجبة تقول صلى الله عليه وسلم فإذا تكرر أثناء القراءة فتكون الصلاة عليه بعد ذلك مستحبة والصلاة على النبي عبادة فأنت تتقرب إلى الله عز وجل لما تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو نذير يقول بالنسبة لوقت صلاة العصر إذا الشخص ما صلىها بعد هل يأتي بأذكار المساء قبل الصلاة أم لا بد من الإتيام بها بعد الصلاة يا أبا نذير بارك الله فيك بالنسبة لأذكار المساء يأتي بها المسلم بعد فعل الصلاة بالنسبة له هو فإن صلىها في المسجد مع الإمام أتى بأذكار المساء فإن لم يصلها ولكن هو صلىها بنفسه فإن يأتي بهذه الأذكار بعدما يصليه هو وليس قبل أن يصليه فأذكار المساء تبدأ من بعد صلاة العصر بفعل المصلي بفعل المصلي أبو نذير يسأل يقول ما هو الفرق بين الحديث الحسن والحديث الضعيف يا أبا نذير الكلام حول هذه المسألة طويل جدا وعريض لكن أوجز لك يعني بالتالي بالنسبة للحديث الحسن هو حديث ضعيف في الأصل ضعيف في الأصل لكن ضعفه غير شديد وحفته شواهد أو متابعات فارتقى من درجة الضعف إلى درجة الحسن إلى درجة الحسن هذا تقسيم العلماء للأحاديث لأن عندهم حديث صحيح وحديث حسن وحديث ضعيف وحديث موضوع طبعا هناك من يقول صحيح لغيره صحيح لذاتي حسن لغيره حسن هذه تقسيمات فالحديث الحسن هو أصلا حديث ضعيف لكن بسبب الشواهد يعني جاءت طرق أخرى قوت هذا الطريق الضعيف أو متابعات من حيث الرواة فارتقى يرتقى الحديث من كونه ضعيفا إلى كونه حسنا ولذلك الحديث الحسن يعمل به في العقائد والأحكام وكذلك في مسائل فضائل الأعمال ساجدة من الأردن بارك الله فيها تقول تأتينا مقاطع فيديو فيها آيات قرآنية يقولون إذا اقرأ سورة الشمس و سورة الليل سبع مرات و ادعو بهذا الدعاء المعين يأتيك حلم بعد ذلك أو ترى في المنام يخبرك أنك يعني تطلع من هذا الهم أو اقرأ الآية الفلانية يعني يأتيك الرزق الفلاني ساجدة بارك الله فيك أولا بالنسبة لما يتعلق بفضائل السور لا بد فيه من النص عن النبي عليه الصلاة و السلام ولا يجوز لإنسان أن يكذب على نبي الله صلى الله عليه و سلم و يقول من قرأ السورة الفلانية فله كذا من قرأ سورة مثلا من أراد الرزق فليقرأ سورة الواقعة من ضاع له شيء يقرأ سورة الضوء هذا كله كذب على النبي عليه الصلاة و السلام النبي عليه الصلاة و السلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ولذلك اجتهد بعض العلماء المعاصرين في جمع النصوص الواردة في فضائل سور القرآن و فضائل آيات القرآن فتبين بأنها قليلة الأمر الثاني هذا لا يعني بأن قراءة القرآن ليست مثلا فيها فضل لا القرآن كلام الله عز وجل صفة من صفاته أنزله الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه و آله و سلم ليكون بشيرا و نذيرا و داعيا إلى الله بإذنه و سراجا منيرا القرآن شفاء قال جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى و شفاء يقول جل وعلا و ننزل من القرآن ما هو شفاء ما هو شفاء فهو شفاء ولله الحمد والمن القرآن هداية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في كل شيء و لذلك يعني محاولة أخذ بعض الصور و قول بأن قرأها يحصل له كذا يحتاج إلى وحي ينزل على محمد بن عبد الله عليه الصلاة و السلام ما في شيء من هذا الأمر الآخر أختي الفاضلة يعني للأسف الشديد أصبح الآن بعض الناس بسبب كسله بسبب ضعفه يحتمي بالخرافات و يعلق المشاكل على شماعة معينة أو أنه دائما يعيش حالة من الوهم أو يريد مثلا أشياء من وراء الأسباب يعني بعض الناس يتطلع إلى مثل هذا اللي عنده مشاكل الله عز وجل أمرنا بأن نبذل الأسباب أمرنا بأن نبذل الأسباب اللي عنده مشكلة مالية يبذل السبب عنده مشكلة أسرية يبذل السبب اللي عنده كربة معينة يبذل السبب و هذا مع الدعاء دعاء الله عز وجل لكن يأتي الشخص والله يقول للآخر اقرأ سورة الشمس والليل سبع مرات أو عشر مرات وإذا نمت سترى يأتيه الشيطان يمكن يأتيه الشيطان في المنام حتى يظله ويستدرجه فيريه شيء معين ويظن بأن هذا حق هو باطل هو باطل ولذلك ما يجوز للإنسان أن يلجأ إلى البدع والمحدثات والخرافات و لا يجوز له أن يلجأ إلى هذا الكسل أو هذا التواني و يعتمد مثلا على مثل هذه الهرطقيات التي يبثها من لدينا له ولا أخلاق له نسأل الله العافية ليوزعون البدع والشر في الناس عليه أن يلتزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام أي إنسان الآن عند مشكلة يدعو الله لأن الله تعالى قال و قال ربكم ادعوني أستجب لكم و يبذل السبب يعني شخص الآن عنده مشكلة مثلا عنده قرض و غير قادر على السداد غير قادر على السداد يقرأ آية قرآنية و ينام حتى يشوف في الحلم أحد يسدد عنه مثلا أو يجرس في المسجد أو يجرس في البيت ينتظر السماء تمطر عليه ذهب أو في الظلاء يدعو الله اللهم ارزقني اللهم نعوذ بك من الهم و الحزن و أعوذ بك من العجز و الكسل و أعوذ بك من ظلع الدين و قهر الرجال و أعوذ بك من الجبن و البخل و يسعى يسعى يروح يشتغل يروح يعمل يدخل في عملية تجارية مثلا معينة نشاط تجاري حتى يسدد الناس عمر بن الخطاب دخل المسجد فوجد فيه مجموعة شباب جلوس قال ماذا تصنعون قالوا ندعو الله أن يرزقنا فعلاهم بالدر على رؤوسهم قال إن السماء لا تمطر ذهب ولا فضة الحرمة أو المرأة المشكلة بينها و بين زوجها ما تقرأ سورة و الليل إذا يغشى أو الشمس و ضحاها و تروح تنام حتى تشوف حلم جبريل ما ينزل على الناس و لو حصل فيأتيها الشيطان و ربما يعني خدعها و لذلك المرأة اللي عندها مشكلة مع زوجها أزمة مع زوجها تدعو الله أن يفرج عنها و تبذل السبب و الأسباب معرفة الصلح و الصلح و خير التنازل عن بعض الأشياء حتى تصرح الحال بهذه الطريقة يعني شخص الآن تخرج من الجامعة و ما لقى وظيفة يروح يقرأ و الليل إذا يغشى و ينام يشوف الله وين يجيه الحلم مثلا لا يروح يدعو الله يا ربي يسر اللهم أكفني بحلالك عن حرامك و أغنيني بفضلك عن من سواك اللهم قنعني بما رزقتني و بارك لي فيه و يروح يأخذ الملف الدوسي هذا و يدور على الإدارات و الوزارات و الشركات و يقولهم الله أنا هذه خبرتي و هذه شهادتي أما يجلس في المسجد أو في البيت أو يقرأ سورة و ينتظر رؤية لا هذا غير صحيح و احذروا من هؤلاء هؤلاء الذين انتشروا لا كثرهم الله الآن في وسائل التواصل الاجتماعي يظلون الناس يظلون الناس يدخلون على العوام بمثل هذا طبيعة النفس البشرية يعني دائما تتطلع إلى استكشاف الغيب تتطلع إلى معرفة المجهول تتطلع إلى معرفة ما في المستقبل فيدخل السحرة من هذا الباب الكهان من هذا الباب العرافين من هذا الباب الدجالين دجال له بساحر و له بكاهن الدجال يريد أنه يعني يتكسب من وراء هذا و يبتز ما في جيوب الناس و بعضهم لا مندوب لإبليس شغلة أضلال الناس و إيقاع الناس في البدع و المحدثات و الشركيات و الخرافات و الجهل و الدجل هذا شغلت لأنه هو سفير لإبليس سفير متخصص في قضية أضلال الناس فيا أختي الفاضلة بارك الله اتركوا هذا و احذروا و حذروا الناس من أن يكونوا صيدا سهل لمثل هذه الرسائل الباطلة ساجدة تقول عندي صديقة ما كانت ملتزمة دينيا كانت تفطر في رمضان بسبب الدورة الشهري و ما تقضي الآن تابت ما العمل الساجدة الحمد لله الذي تاب الله عليها و تسأل الله عز وجل أن يقبل توبتها و تندم على ما سلف منها و كان و صدر من الإهمال و التساهل في قضية القضاء و الآن يجب عليها أن تقضي تقول والله ما تدري لا تدري كيف تدري المرأة تعرف عادتها الشهرية بعض النساء تقول نعم عادتي سبع أيام أو ستة سبعة أو ستة خليها سبعية يعني منذ ساعة التفريط تقول والله أنا ما أدري حيانا ستة أحيانا سبعة خليها سبعية و ما زاد فهو أجر و ثواب لها و تحسب جميع السنوات و تقضيها و لا يشترط التتابع يعني لو صامت كل أسبوع يوم أو يومين نعمة من نعم الله نعمة من نعم الله و تطعم عن كل يوم مسكين إذا كانت قادرة على الإطعام تطعم كل يوم مسكين عن هذه الأيام اللي مضت إذا كانت قادرة و إذا كانت غير قادرة فيها الصيام ساجة تقول رزقنا الله بالوالدتي و هي كبيرة و تعبانة يعني تقول في المقابل عندي أخوان غير جيدين معها و غير جيدين معي و دائما الوالدة تكون زعلانة و كذا يعني تريد وصية أختي ساجة بارك الله فيك بلغ الوالدة السلام و أسأل الله تعالى أن يطيل عمرها على طاعته و أن يختم لنا و لها بخير الأمر الثاني أبشري بخير فأنت الله عز و جل أختارك يا ساجة أن تكون بارة و حرم إخوانك و لذلك أنت في نعمة عظيمة هذا اختيار من الله لك و هذا باب من أبواب الجنة بإذن الله جل و علا تتنسمين فيه روائح الجنة الوالدين يقول النبي عليه الصلاة والسماء الوالد أوسط أبواب الجنة و الوالد يشمل الأم و الأب و لذلك أنت في نعمة عظيمة اختارك الله عز و جل حتى تتاجرين مع الله في الوالدة حسنات و أجور و نعمة فهذه نعمة من نعم الله و الوالدة بارك الله فيها ما لها إلا الصبر و احتساب الأجر و الحمد لله اللي رزقها بنت بارة مثلك فهذه نعمة من نعم الله يعني هؤلاء الأولاد غير الجيدين كما عبرتي أنت هؤلاء والله الوالدة مفروض تحزن عليهم ما تحزن منهم و لا تزعل عليهم تحزن عليهم تقول أنا خاف عليكم أن الله يعاقبكم و سلط الله عليكم في الدنيا مثل ما تعاملون والدتكم و تعاملون خواتكم يجب على الوالدة تقولهم هذا الكلام تقولهم أنا مو بزعلان عليكم أنا زعلان لأجلكم أنا حزين لأجلكم لأن المسائل دين و كما تدين تدان و دقة بدقة و إن زدت زاد السق الذنب لا ينسى و الديان لا يموت و كما تدين تدان و لذلك النبي عليه الصلاة و السلام يقول ما من ذنب أجذر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره من الجزاء في الآخرة من البغي و قطيعة الرحم من البغي و قطيعة الرحم فهؤلاء الأولاد قولي للوالدة تشفق عليه الحمد لله اللي من منع عليها ببرك أنت و كذا و هؤلاء تشفق عليه و تخبرهم و وصلهم هذه الرسالة و قولهم سيأتي اليوم اللي تتجرعون فيه من نفس الكأس اللي جرعتوني منه و سقيتوني منه الأيام دول و الذنوب ديون ما فيه و لذلك اختلف هذا لأنت احمد الله و اشكريه و استودين الله شكر لأن الله من عليك بنعمة عظيمة أنك تبرين والدتك و هؤلاء الإخوة اللي قاطعين الوالدة و قاطعينكم أو يتعاملون معك و مع والدتك بتعامل غير جيد هؤلاء والله يحزن عليهم و لا يحزن منهم و لا يزعل منهم يحزن عليهم لأنهم في شر حال يعني لا يقول الإنسان والله أنه الحمد لله يعني في غنى و في عافية بيت سقفه مرفوع و سيارة فارهة و أموال تدخل هذا ليس الدليل على رضا الله عز وجل ليس الدليل على رضا الله عز وجل كم تركوا من جناتي و عيون و زروعي و مقام كريم و نعمة كانوا فيها فاكهين و لذلك يغذي الله عز وجل بعض المجرمين و بعض العاقين و بعض العاصين بالنعم حتى يعودوا و إذا ما فهموا هذه الرسالة فهذه وبال عليهم هذه وبال عليهم أسأل الله تعالى أن يثبت الوالدة و قولي لها هذه سنة الله في الحياة هذه سنة الله عز وجل في الحياة و لذلك هي تحرص على هدايتهم و تقول له مثل هذا الكلام العاطفي لعل الله عز وجل أن يحيي قلوبهم فيعودون إلى رشدهم زينا من السعودية تقول يعني فيه أناس و للأسف الشديدة يتشاؤمون باللون الأسود تقول الكعبة المشرفة يعني حجرتها سوداء الكسوة سوداء و تسأل عن رفع الكعبة أيام الحج تقول يعني هل هذا يكون فيه إحرام للكعبة يعني الكعبة تحرم زينا بارك الله فيك أولا من الذي يتشاؤم باللون الأسود أنا ما أدري في حدود اطلاعي ما أعرف هذا الشيء فإذا كان يوجد شخص أو شخصين أو ثلاثة هؤلاء شاذين عن القاعدة العامة هذا كلام غير صحيح يعني أنا ما أعرف أنه والله الناس يتشاؤمون باللون الأسود أو الشخص الذي لونه أسود أنت ذكرت الشخص الذي لونه أسود غير صحيح يقول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم و يقول النبي عليه الصلاة و السلام لما سئل عن أكرم الناس قال أتقاهم أتقاهم لله عز وجل لذلك التفاضل عند الله عز وجل ليس باللون و لا بالمال و لا بالجاه و لا بالجنس و لا بالمنصب و لا بأي شيء قال جل وعلا و نضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا و إن كان مثقال حبة من خردن أتينا بها و كفى بنا حاسبين قال جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم و عدهم عد و كلهم آتيه يوم القيامة فردا بلال بالرباح عبد حبشي أسود كالغراب يقول النبي عليه الصلاة و السلام يا بلال أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله فإني سمعت خشخشة و في لفظ دفة نعليك بين يدي في الجنة و الله جل وعلا قال عن أبي لهب عم النبي عليه الصلاة و السلام و لقب بأبي لهب لأن وجهه مثل الشمس بياض جمال قال تبت يد أبي لهب و تب ما أغنى عنه ماله و ما كسب سيصلى نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب في جيد يا حابل ممس طيب ما الذي رفع بلال العبد الحبش اللي كان يجرد جلد الدواب أيام الجاهلية و ما الذي وضع أبو لهب في نار تلظى الإيمان فلذلك يعني قضية أسامة بن زيد هذا يسمى حب رسول الله عليه الصلاة و السلام حبه و ابن حبه كان أحب الناس إلى أن يسلم أسامة لما نقرأ في سيرة أسامة يقولون أسود كالغراب أسود كالغراب معقول يعني أحد يأتي فيزايد على هذه المسألة فيأخذ الفاضل يمكن أنت سمعت واحد جاهل متخلف مثلا أو إمرأة متخلفة أو جاهل يقول الله نتشاء بذوات البشر السوداء هذا غير صحيح هذا غير صحيح بارك الله فيك عموما مسألة الكعبة الكعبة من حيث الكسوة مرت بمراحل أخت الفاضلة كانت الكسوة خضراء و كانت الكسوة حمراء يعني ما عندنا نص أن الكعبة تكسى باللون الأسود ما عندنا نص قديما كانت الكسوة ملونة في عهد النبس الله و في عهد الخلفاء الراشدين لكن في السنوات الأخيرة يعني اتفقوا على أن تكون سوداء حتى يعني تتحمل الغبار تتحمل مثلا بعض الشيء ما عندنا نص من القرآن أو السنة أن الكعبة لازم يكون كسوتها أسود و بالنسبة للبطانة هذه ترفع تسألين يعني رئاسة الحرمين الشريفين لماذا يرفعونا في الحج أنا في تفسيري الشخصي الشخصي أنا أفهم بأن هذا يعني حماية ل يعني كسوة الكعبة لأن بعض الحجاج يأخذون منها أو يقطعونها مثلا ما كانت موجودة أنها ترفع لكن حماية للكسوة لأن بعضهم لما تنزل يقطع منها يعتقد و يتبرك في الكسوة و هذا تبرك غير مشروع و تبرك هذا محرم فأعتقد بهذا قضية أن الكعبة تحرم لما يظهر لون الأبيض لأ هذا غير صحيح بارك الله فيك أم مسعيد بن أبوظبي بارك الله فيها تقول سألتني فيما سبق بأن الوالدة تقرأ سورة الكهف ليلة الجمعة يعني بعد غروب شمس يوم الخميس ليلة الجمعة تقول تقوم الليل و تقرأ سورة الكهف طبعا يمكن سمعتوني أنا لما سألتم مسعيد هل الوالدة تقوم الليل دائما قالت نعم إذن ما في بأس يعني يجوز للإنسان أن يقرأ ما هو مشروع قراءته في الليل في الصلاة ما في بأس مثلا تقرأ سورة تبارك تقرأ سورة الكهف مثلا في قيام الليل ما في بأس الممنوع ما هو أن تخصص ليلة الجمعة بقيام أو يخصص نهار الجمعة بالصيام هذا الذي منع منه النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تخصص يعني الإنسان ما يقوم الليل لكن يجي ليلة الجمعة يقومها هذه بدعة لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة نهى عن ذلك ما يصوم الأيام يجيهم الجمعة يصوم ونقول بدعة لأنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام فمدام الوالدة تقوم كل ليلة وفي ليلة الجمعة حابة أن تقول بدل ما أقرأها وأنا جالسة خليني أقرأها في الصلاة ما في شيء أم سعيد تقول الوالد في الوالد عفواً تقول في الأضحية يروح يطبخه ويوزع على يعني إخواني والأقارب وكذا تقول هل هذا الجائز؟ ما في بأس يعني لو طبخه من باب التسهيل على الناس وكذا وزعها عليهم طيب ما في بأس لكن الأفضل أنه يترك الخيار للناس من حيث الإفادة من اللحم يعني يهدي وكذا ني هذا أفضل ليش؟ لأن بعض الناس قد لا يريد الآن أن يأكل اللحم عنده لحم أو يريد مثلاً لمناسبة أخرى هذا الأفضل لكن لو صنع ما في شيء تقول أم سعيد الوالد بعد الصلاة يقرأ الفاتح سبع مرات ومعاوذات لأنه ما يحفظ سورة آية الكرسي أم سعيد بارك الله فيك بالنسبة لقراءة الفاتحة في الصلاة أما بعد الصلاة ما تقرأ الفاتحة بارك الله فيك فنبه الوالد على هذا وقل ليه يترك هذا الأمر يترك هذا الأمر ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بعد الصلاة سورة الفاتح سبع مرات ولا مرة واحد وإنما كان يقرأ آية الكرسي وإذا كان ما يحفظها سقطت عنه لأن أصلاً سنهي وليست بفريضة ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين فقط هكذا أخبر الوالد بهذا بارك الله فيك أم محمد من السعودية تسأل عن صفة الحمد يعني ذكرت مجموعة صفات يا أم محمد بارك الله فيك بالنسبة لما يقوله الإنسان من حيث التسبيحات بعد الصلاة يقول سبحان الله ثلاثاً وثلاثين الحمد لله ثلاثاً وثلاثين الله أكبر ثلاثاً وثلاثين هذه تسعة وتسعين ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير هذا بعد الصلوات أما أنه يسبح ويحمد الله خارج الصلاة نعم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله بالنسبة للعدد الذي ذكرته هذا بعد الصلوات ثلاثة ثلاثين أما حمد الله فعلى كل حال يحمد الله قائماً وقاعداً وعلى جم يحمد الله الإنسان وهو طاهر وهو جنوب في السفر وفي الحضر في الصحة في أي حال يقول الحمد لله الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه الحمد لله حمداً يسع ما بين يعني عدد خلقه مثلاً وهكذا يحمد الله أم محمد طبعاً يعني تذكرت الآن سؤالها السابق بأن زوجها توفي وتقول يعني ما زلنا إلى الآن غير صابرين و شيء من هذا القبيل هي طبعاً في لقاء سابق طلبت مني أوجه نصيحة لها والبناتها وجهت لها نصيحة هذه النصيحة مشمولة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية و مشمولة بالخطاب العقلي خاطبت العقل والجدال لكن الظاهر أمم محمد وبناتها ما استفادوا من هذه النصيحة فما في داعي أكرر يا أمم محمد الله يرضى عليكم أنا خايف عليكم من الإثم فقط و خايف عليكم أنكم متعذبون للحالة التي أنتم فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه و يظهر والله أعلم علشان أخوفكم أنتم يظهر قاصدين أنكم تعذبون أبوكم في القبر ها تريدون هذا الكلام تريدون هذا الكلام تسمعون ها ما يصلح يا أمم محمد الله يرضى عليك النبي صلى الله عليه وسلم مات سيد الخلق محمد بن عبد الله اللي كل مصيبته دون مصيبة النبي عليه الصلاة والسلام صحيح أن أعرف فقد الوالد مصيبة لكن وين الإيمان فقط الإيمان وقت الرخى وقت السعة ها وقت النجاح وقت الأمور الطيبة الإنسان يختبر في مثل هذه المواطن هذه المواطن اللي يطلع صبر الإنسان يعني الصادق من المغشوش في صبر مغشوش بعض الناس عنده صبر مغشوش يقول أنا أصبر و يتبجح لكن اللي يجاء المحك اختبر و العياذ بالله و سقط في الاختبار ما يصلح يا أمو محمد لا تعذبون أبوكم في قبره قال العلماء يحزن الميت في قبره إذا أهله استمروا في البكاء عليه هذا أحد الأقوال إن الميت ليعذب يعني يصيب حزن و غم و هم بدل ما ينعم بسبب أهله لأنه هم اللي جنوا عليه الآن قلناه لكم يا أمو محمد الله يرحم و يغفر له الآن الدعى له الاستغفار له الصدق عليه إنفاذ وصيته كتب شيء صلة الرحمة التي ما توصل إلا به إكرام صديقة هذا الذي الآن حقه عليكم أما قضية والله ما قدرنا نصبر الله يعينكم الله يعينكم يعني الله عز وجل أمر النبي الصبر و النبي عليه الصلاة والسلام غضب على المرأة اللي قال لها أصبري قالت إنك لم تصبي مصابي لما اعتذرت قال إن الصبر عند الصدمة الأولى عند الصدمة الأولى فلا تكسبون إثم ولا تأذون أبوكم في قبره الله يرضى عليكم و يبارك فيكم أم أحمد من الشارقة تقول أختي كلفتني أسأل تقول تزوجت بحضور والدها والشهود لكن ما سجلوا في المحكم و حصل طلاق بينه و بين زوجها تقول يعني عادي يرجعون أم أحمد بارك الله فيك طبعا بالنسبة لتسجيل العقد واجب في المحكمة لأن هذا من طاعة ولي الأمر الذي أمرنا الله عز وجل بطاعته قال جل وعلا و أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أقول الأمر منكم نبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بطاعة الأمر في طاعة الله عز وجل جعلها في طاعة الله و بعدين الآن ما وضعوا هذه هذا التسجيل إلا لمصلحة الرجل و لمصلحة المرأة يعني تخيل الآن لو جاء هذا الرجل قال أبداً ما أعرفكم تزوج أختك و قال أبداً ما أعرفكم أول مرة أشوفكم و جالس معها سنة أو جالس معها كذا ينفع الشهود ما ينفعون و لذلك خطأ كبير تكفتو حينما ما سجلت العقد و كثير من النساء دخلوا في ورطات بسبب عدم تسجيل العقد كون العقد توفرت فيه الشروط و الأركان ما في شك أن هذا عقد صحيح و الشيخ الذي عقد لأختك هو الذي يتحمل تبعات هذا الأمر و أعتقد في عقوبات قانونية و نظامية عليه يتق الله عز وجل و لا يجوز له أن يعقد خارج المحكمة أو يكون غير مأذون شرعي عموما إذا حصل الشروط و الأركان و حصل طلقة رجعية يروح عند حد المشايخ و العلم يستفتي و يسأله ما هو الطلاق و هل ما زال في الوقت و هل كذا يرجعهم على أن يسجل العقد في المحكمة بارك الله فيك أم أحمد تقول أيام دراستنا قرأت و قفت على كتاب دراسي من حديث عائشة أن رأت القمر و دعت قال من شر الغاسق إذا وقب تقول هل نقول هذا مثلا حينما يكتمل القمر أخت الفاضل الذي أحفظه من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم من حديث عائشة لما رأى القمر قال لها يا عائشة هذا الغاسق إذا وقب فاستعيد بالله تعالى من شر الغاسق إذا وقب هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم لكن الإنسان ما يأتي بدعاء مثلا يقول من شر غاسق إذا وقب مثلا لا لكن يستعيد بالله تعالى عموما أم أحمد تسأل تقول في قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تقول سمعت بأن أهل الذكر يعني هو كل شخص له اختصاص هل هذا صحيح؟ أختي محمد بارك الله فيك هذا ذكرها بعض المتأخرين و ليس هو لأحد من المتقدمين و الآية قول جماهير أهل التفسير أن المقصود بأهل الذكر هم العلماء علماء الشرع أهل الفتوى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون و الذكر المقصود فيه القرآن و السنة فأضافهم الله عز وجل إلى الذكر إضافة تشريف فهؤلاء هم الذين عناهم الله بهذه الآية هذا لا يعني أن أهل الاختصاص كل واحد يسأل طبيعي يعني الآن في مسألة طبية تعلق بعملية جراحية و يسأل المفتي ما يسأل ما يسأل الطبيب جانب هندسي يسأل المهندس لكن المصيبة التي نحن فيها الآن أن أغلب الناس يتكلم في الدين وهو ما عنده علم لكن إذا تكلم في الطب هجموا عليه الناس و قالوا له لا استحل وجهك و عيب عليك لا تتكلم في الطب لأنك غير متخصص ولا تتكلم في الهندسة ولا تتكلم في كذا لكن الدين أصبح كل واحد يتكلم فيه ولا أحد ينكر لا فاسأل وأهل الذكر أهل الفتوى علي من أبوظبي بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة ل ها كم طيب انتهت طبعا لكن أختم بالجواب على السؤال الأخ علي علي يقول طبعا ذهبت أنا و يقول أخوي الكبير عند ذبيحة الأضحى يقول رحنا أنا وابنه للمسلخ و هو راح للحلاق على أساس أننا نحن ذبحنا يقول تأخرنا كان زحمه هو حلق وبعدين لما رجعنا أخذ الضحية وبعد ما هل عليه شيء ما عليه شيء ما عليه شيء يا علي بارك الله فيك و ضحيتكم إن شاء الله صحيحة وسليمة والعلماء يقولون إذا دخل وقت الذبح جاز للإنسان أن يذبح إذا خفي عليه شأن الوكيل يعني مثل حالتك أنت ما عليه شيء ولله الحمد انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج غدا إن شاء الله عندنا حلقة للإجابة على أسئلة الواتس أب و كذلك يوم السبت ألتقيكم مباشر بحول الله تعالى و قوة يوم الأحد القادم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا حملوا الآن من جميع المتاجر الإلكترونية